يلا رأيه كيف أداء المنتخب ده العظيم النهاردة قدام المنتخب طبعا أولا كده أنا كنت أحدي دي على قلبي النهاردة أول حلقة لأ أول مرة أجي أصلا فخايف إن أنا أجي ويبقى وشي مش كويس على المنتخب أنا أعمل أقول يا رب الحلقة النهاردة تبقى حلوة مع كافة نعمة ديودار فطبعا مبسوط جدا لا جدا مبسوط جدا 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 النهاردة اللعبة فعلا فرحونا المنتخب اتطور بشكل كبير جدا بداية من أول البطول أنا كنت مش يعني كنت شايف إن الأداية مش أحسن حاجة شايف إن اللعبة كمان تقدر إن هي تأدي بشكل قوي وبشكل كويس خدت اعتراضي شوية على التصرحات بتاعت مستر كروشي المدرب كويس لكن تصرحاته في الحد ما كانت مقلقانة شوية إن احنا داخلين بطولة أمم أفريقيا وكانت كل التركيز على الصعود في كاس العالم أقول لك حاجة في الحتة دي بس واسبك تكامل بس هم مفارقة يعني في 98 كابتن محمود الجاري هو مسافر قال إن احنا مش نكسب البطول راح ناخد المركز الثلاثة عشر وراح والمنتخب تألق جدا كان حسام حسن وقتها بيتعرض الانتقادات كبيرة جدا راح وبقى هدف البطولة كان أحسن لعب لمنتخب مصر هنا دلوقتي كروش قال نفس الكلام وقال إنه مش رايحين ناخد البطولة محمود صراح كان عليه بعض الانتقادات مش عارف إزاي بس كان فيه ناس بتغطية محمود صراح ومحمود صراح بيتألق قل بقى دي كمان إنه في 98 إحنا لعبنا بوركينا فاسو في سيمي فاينال الدولة المستضيف وكسبناها وهنلاعب الكاميرون في السيمي فاينال الدولة المستضيف وإن شاء الله نكسب هفكرة في نفس 17 بردو لعبنا بوركينا فاسو وصعدنا نهائي وقدم الكاميرون صح فأنا بأتكلم في التفاصيل إيه أنا دايما من قناعات الشخصية بحب اللعيب خصوصا إن انت بتلعب بإسم المنتخب مصر فده حدث كبير جدا ما بيتكرارش كتير كون إن انت تروح بطولة أمم أفريقيا أو كأس العرب أو أي حاجة تخصه منتخب مصر لازم المدير الفني وجهز المعاون واللعيبة راحين لهدف واحد بس اللي هو إيه ناخد البطولة اسمه منتخب مصر كبير جدا أنا حضرت مع متخب كابتا حسن شعاتي وحضرت مع مستر بردلي وحضرت مع مستر كوبر فأنا بقى لي عشر سنين موجود مع المدربين في المنتخب فالمنتخب ده بالنسبة لي حاجة كبيرة جدا ما يكونوا عادي مع بعض في اجتماع ما فيش حاجة اسمها إحنا راحين نعمل أداء مشرف لا اسمه منتخب مصر واسمه مصر اسم كبير جدا فالتصراحات دي أنا كنت معترض عليها خصوصا إن أنا ما فيش حد أحسن منك في البطولة البطولة النظام بتاع البطولة والملاعب وأنا روحت الكاميرا قبل كده ما فيش فنادي لكن أنت كمصري تقدر تتغلب على حاجات دي مش في الكرة بس في كل التفاصيل في كل حاجة في كل شغلنا المصري بيبقى مهم جدا ببقى نفسه يعمل أي حاجة هاتينا احنا ما بنتكلمش على فنادي ولا كاميرا احنا نعم على أي حتة ونأكل أي حاجة اه طبعا اه طبعا اه طبعا اه طبعا اه طبعا اه طبعا بالزبط بالزبط مش يتأثر علينا قال ندائي منها بس ما تأثرش علينا فكان الموضوع بالنسبة لي أن أنت رايح من أول البطولة ولازم برضو المشاهد يبقى عارف والناس يبقى عارفة أن البطولات المجمعة هي بتبتدي الكيرف بيعلى صح ماتش عن التاني صح فده كان وضع طبيعي باللي بيحصل للثلاث ماتشات المنتخب مصر لكن فعليا منتخب مصر بدأ البطولة في ماتش كوتيفور قدينا ماتش بشكل قوي جدا جدا تاكتك محترم صح الناحية الدفاعية والناحية الواجمية قدينا أن احنا يبقى فيه جماعية في الملعب وهو ده اللي أنا بتكلم فيه ده منتخب مصر في ماتش كوتيفور قديت رسالة للجمهور المصري للشعب المصري نفسه أن انت سك في اللعيب النهاردة الشعب المصري كله فرحان جدا لأن الكرة في مصر أنت منتخب كبير مش أعلم اللي بتلعبه أنا زي زيه لا مزي زيه ده احنا أحسن بالضبط لو أنت علام من كوتيفور فالكوتيفور المفروض تقلع مننا لو أنت علام من المغرب فالمغرب المفروض تقلع مننا بالضبط برافو عليك هو ده اللي أنا بتكلم فيه النهاردة ما لعيبنا ماتش كوتيفور أنا كنت من ضمن الحاجات وكنت عندي على صفحتي وكنت لعت في كذا برنامج كنت حاسس أن المنتخب مصر يكسب أن خبالك إحنا عندنا المنتخب مصر ما بتضغط وبيلاعب منتخبات قوية إحنا بنبان ولازم الناس تعرف أن منتخب كوتيفور منتخب الكاميرو منتخب السنغال أي أن كان المنتخب هو بيعمل حساب كبير جدا لمنتخب مصر كمان أنت عندك لعيبة في منتخب مصر تقدر أن أنت تاخد البطولة فماتش كوتيفور ده هو داني الأمل في الملعب لأن كان نص الملعب عندنا في ماتش كوتيفور كان أنا عندي معلومة أن أي مناشرة في لعب في نص الملعب وقلت بنادي أن الحمد فتحي والنيني والسولية هم اللي لعبوا عشان خطر يده أرياحية لمحمد صراح أنه هاجن فماتش كوتيفور قدنا ثقة بشكل كبير جدا فماتش المغرب الحمد لله النهاردة اللعيبة رجالة بشكرهم كلهم كلهم أنا عايز أقولك أنه كمان الدكة الروح دي هي اللي بتجيب البطولة الروح اللعيب اللي بره قالبه على اللعيب اللي جوه في الآخر تبتلعب بإسمه منتخب مصر النهاردة أبو جبل مش عايز يخرج من الماتش كل ده بيديني انطباع وأنا بتفرج وللمشاهد أنه لا احنا نقدر ناخد البطولة